بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمير الحراني رحمه الله الدرس الثلاثون ويقبلون من ربنا أخذنا وإخوارنا الذين سبقون بالجمع ولا تتأتيقوا لا من من لدينا آمن ومن لأنك رب الرحيم وطاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إلى تسرقوا أصحابه والذين يحصل بيده لو أن أحدكم أنفق ميت رحل الله ما هو بلعمل أحدهم من رسل ويقبلون لجابهم كتاب والسلطة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويقبلون من أنتقل من قبل الفتح وقاتل ومصر حذينية على من أنتقل من أجل وقاتل ويقبلون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله جل وعلا قال لي البرحب وكانوا ثلاثة مئة يعملون بهم برعاة أشار حماما ما شئتم فقد غطرت لكم وبأنهم بيئتوا من النار أحد المائعة تحت الشجرة كما رضى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تحتاملهم في المارضة أربعمية ويقبلون فشادون مئة من جنة من سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كالعاشرة وثابة لقيس ويش الناس وعينه من صحابته رضي الله عنه والجمعين ويقبلون علاة رضي الله عن أبيه المؤمنين رضي الله عن أبيه المؤمنين رضي الله عنه وأن قيد هذه الأمة بعد أن يأتيهم وحبابين صلى الله عليه وسلم ورسول الله عنه ويستمتون بإكمان ويربعون بعلي كما تزلت عليه الهداة وكما أجمع الصحابة على تقديم إكمان بالبيعة بالبيعة مع أن بابها السنة مع أن بابها السنة ويختلفون في الإكمان واحد بعد اتفاقه على تقديم أبي بكر المعرص رضي الله عنهم أجمعين لكن استقروا كلهم السنة والجماعة على تقديم أعوذان أم علي رضي الله عنهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الشيخ رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم أصول العقيدة عندهم جعلوا هذه المسألة من أصول العقيدة لأهميتها لمال الصحابة رضي الله عنهم من المكانة في الإسلام لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وآووه ونصروا تبعوا النور الذي أنزل معه وصبروا معه على الأذى والمضايقات الكثيرة ولأنهم تحملوا هذه الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها بأمانة وإخلاص لمن بعدهم فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا لنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وبلغوا ذلك للأمة فالأمة تسير على منهجهم وطريقتهم ولهم فضاء العظيمة فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق لا أحد يصل إلى فضلهم مهما بلغ من العمل والحسنات فلن يبلغ مبلغ الصحابة رضي الله عنه وحبهم دين وبغضهم نفاق بغض الصحابة نفاق لا يجغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل والمثل معناه الصفة صفتهم يعني وصفهم في التوراة ووصفهم في الإنجيل فزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فيغيظ بهم الكفار فأخبر سبحانه وتعالى أن الله جعل الصحابة ليغيظ بهم الكفار فمن اغتاض من الصحابة فإنه كاب بدليل هذه الآية الكريمة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين أخلهم قال سبحانه وتعالى لما ذكر الفيء ومصارفه قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذه صفة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم ثم ذكر ما يجب على من جاء بعدهم نحوه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا إنك رؤوف رحيم ففي هذه الآيات وغيرها وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على فضل الصحابة ومكانتهم ووجوب محبتهم واحترامهم والترضي عنهم وتحريم التكلم فيهم أو في واحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عد لهم ورضي عنهم وأثنى عليهم ومدحهم ومدح الذين يتنون عليهم ويستغفرون لهم فلا يسع المسلم إلا أن يعترف ويؤمن بحقهم وفضلهم ومكانتهم لأن الله جل وعلا اختارهم اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير القرون قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم خير القرون وأفضل الأمة على الإطلاق سلامة قلوبهم من البغض والحقد على الصحابة والكراهية فلا يكون في قلوبهم إلا محبة الصحابة واثنى عليهم والاعتراف بفضلهم وسلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في الصحابة إلا بالكلام الطي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيماء هذا من سلامة ألسنتهم سلامة قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن والغل هو الحقد والبغض والكراهية فمن وجد في قلبه شيئا من كراهة الصحابة أو بغضهم أو بغض واحد منهم فليعلم أنه منافق وأنه عدو لله ولرسوله فعليه أن يبادر بالتوبة أو تكلم في واحد منهم أو خاض في واحد منهم بغير السناء والترضي فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل فلا يجوز لأي مسلم أن يكون في قلبه غل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم بلسانه إلا بالمدح والثناء والدعاء والاستغفار هذا في الصحابة وفي المؤمنين عموما أبنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان لعم المؤمنين عموما ولكن الصحابة بالدرجة الأولى لأنهم أفضل المؤمنين وسادة المؤمنين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنة فسبب هذا الحديث لا تسبوا أصحابي أنه وقع بين خالد بن وليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد رضي الله عنه ممن أسلم بعد صلح الحديب بعد صلح الحديب صحابي جليم ولكن عبد الرحمن بن عوف أفضل منه فكأن خالد رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف بسبب ما حصل بينهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابه فوالذي نفسي بيده هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لصحابي جليل وهو خالد بن الوليد ومن أسلم بعد الفتح يعني بعد صلح الحديب لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ فكيف بغيرهم وأحد هو الجبل العظيم الذي يقع شمال المدينة سمي أحدا لأنه متوحد عن غيره من الجبال منعزل عن غيره من الجبال وحصلت عنده الوقعة المشهورة بوقعة وحد وهذا الجبل العظيم لو أن واحدا أنفق ما يعادله من الذهب من الذهب أنفقه في سبيل الله خالصا لله هذا شيء عظيم مثل أحد ذهب في سبيل الله خالص لوجه الله عز وجل هذا شيء عظيم ولكن هذا ما يبلغ ما أنفقه السابقون الأولون من الشيء القليل وهو ربع الصاع ربع الصاع أو نصيفة وهو نصف نصف الربع وهو الثمن ثمن ثمن الصاع لو أنفق السحابة المتأخرون مثل أحد من الذهب ما عدلوا في الفضل ما أنفقه السابقون الأولون ولو كان قليلا ولو كان ثمن ثمن الصاع وذلك لأن العمل يتفاضل لأسباب منها الإخلاص الذي يكون في قلب المنفق والإخلاص يتفاوت عند الناس وإن كانوا مؤمنين كلهم لكن الإخلاص يتفاوت فيضاعف الأجر بسبب الإخلاص الذي يكون في قلب العامل وأيضا يتفاوت العمل بحسب العامل العامل فإذا كان العامل أفضل كان أجره أعظم فالنفقة ممن هو أفضل تكون أعظم ممن هو دونه والسازقون الأولون هم أفضل الصحاب ويتفاوت الأجر بحسب وقت النفقة النفقة تختلف أوقاتها ففي بعض الأوقات تكون أفضل من بعض في وقت الضيق والشدة والمجاعة تكون أفضل من الإنفاق في حال السعة والرخام فالذي ينفق في حالة الشدة والضيق وطلة ذات اليد هذا يكون أفضل من الذي ينفق من السعة ومن كثرة المال وكثرة الخيرات لا لا شك إن هذا يكون أفضل والصحابة كذلك السابقون الأولون أنفقوا في وقت عصيب جدا أنفقوا في وقت عصيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الشدايت في وقت الشدايت أنفقوا معه صلى الله عليه وسلم فنفقتهم وصدقتهم أفضل من من جاء بعدهم ولهذا يقول جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح والمراد بالفتح صلح الحديق كما يأتي لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أي بعد صلح الحديق وقاتل وكلا وعد الله الحسن كلهم من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح كلهم وعد الله الحسن ولكن أولئك أفضل من أولئك ولأجل هذا صارت نفقة الصحابي أفضل من من جاء بعدهم لشرف لشرف الزمان وشرف العامل والإخلاص الذي يكون في القلب فهذا فيه فضل الصحابة عموما هذه الآية ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان لا تسبوا أصحابي فيهما فضل الصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم وأنهم خير القرون والصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى مثل النجاشي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر من الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم مؤمنا به يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به فإن الكفار كلهم لقوا أو أكثرهم كثير منهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا به فلذلك لا يعدون الصحابة وقولهم مات على ذلك يخرج بذلك من ارتد من مات على الردة من مات على الردة فإنه لا يعتبر صحابيا ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد بعد ذلك ومات على الردة هذا بطلت صحبته وبطلت جميع أعماله لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فهذا هو تعريف الصحابي وهذه مكانتهم في الإسلام وقدرهم ومنزلتهم فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكلم فيهم أو في واحد منهم ممن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطي أحدا منهم أو يتنقصه هذا لا يجوز هذا لا يجوز حق المؤمنين عموما فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقبلون ما جاهده كتابه والسنة والإجناء من فضائلهم ومراجعهم ويقبلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح حديدية وقاتل على من أنفق من ماء وخاتل ويقبلون المهاذرين على الأنصار لما ذكر رحمه الله منزلة الصحابة عموما وفضلهم ذكر في هذا المقطع تفاضل الصحابة فيما بينهم وأن بعضهم أفضل من بعض هم كلهم صحابة وكلهم لهم فضل الصحبة وكلهم له حق الاحترام والإكرام والترضي كلهم لهم ذلك ولكن بعضهم أفضل من بعض هناك فضائل يتمايزون بها بعضهم عن بعض وهم كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم فلا شك أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمى ورثمان وعلي هؤلاء هم أفضل الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديدية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن المراد بالفتح هنا صلح الحديدية وهو الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في مكان يسمى بالحديدية بئر على حدود الحرم من الجهة من الجهة الغربية من الجهة الغربية الشمالية تقريبا غرب شمال شوء وهي الآن حول البوابة التي بنيت عند مدخل الحرم هناك مكان الحديدية قدم النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه محرمين بالعمرة محرمين بالعمرة وبينهم وبين قريش حروب ومقاطعة شديدة فلما علمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم علمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة أخذتهم العزة بالإذن فأرادوا منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكتلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون منعهم من دخول من دخول مكة ومنعهم من العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفاول معهم وأنه ما جاء لقتال وإنما جاء للعمرة فقط إلا أنهم أصروا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرسله إلى أهل مكة ليتفاوض معهم ويبلغهم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء من أجله فأشيع أن عثمان قتل أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل فعند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه المبايعة فبايعوه على الموت والقتال وكانوا ألف وأربعمائة بايعوه تحت الشجرة الشجرة في الحديد على القتال وعثمان رضي الله عنه أشيع أنه قد قتل فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الشريفة وقال هذه لعثمان فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من أعظم فضائر عثمان رضي الله عنه ثم جاء الخبر أن عثمان لم يقتل بعدما حصلت البيعة وحصل الفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت لهم الأجر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر فتح خيبر سماه الله فتحا سمى الله صلح الحديبية فتحا لأن الله فتح به من غلق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وكره الصحابة هذا الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لأنهم رأوا أن فيه نقيصة وغضاضة عليهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صمم على هذا الصلح وصارت كل فرائده صارت كلها للمسلمين كان المشركون يمنعون الناس من الإسلام ويصدونهم فلما وقع هذا الصلح صاروا لا يتعرضون لمن أراد الإسلام ولا يتعرضون لمن أراد الهجرة فحصل للمسلمين بهذا الصلح خير كثير ولذلك سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا مراد به صلح الحديبية على أصح أقوال العلماء سماه الله فتحا لما ترتب عليه من الفوائد العظيمة للمسلمين وأن الله سبحانه وتعالى فرج للمسلمين بسببه ووضعت الحرب أوزارها وسنحت الفرصة لمن يريد أن يسلم فلا يؤذى ومن يريد أن يهاجر فلا يمنع لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح يعني صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أي بعد صلح الحديبية وقاتلوا ثم قال وكلا يعني من الفريقين وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير فالصحابة لهم فضائل بعضهم أفضل من بعض أولا الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة ثم أهل بدر أهل بدر يوم الفرقان وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وبدر اسم لقرية بين مكة والمدينة على أربع مراحل من المدينة لا تزال بهذا الاسم إلى اليوم وقصتها معروفة حيث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النعيرا لقريش قادمة من الشام كان المشركون قد ضايقوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا هذا العير وهذه التجارة ليتقوى بها المسلمون عوضاً عما فقدوه في مكة من أموالهم وبيوتهم وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوموا أن يتعوموا بهذه العير من أموال عدوهم الذي أخرجهم ومنعهم من أموالهم إلا أن قريشاً أرادت حماية عيرها فخرجت بخيلها وخيلائها يريدون حماية العير في أول الأمر ثم إن العير نجى من المسلمين حيث إنه سلك طريقاً آخر سلك الطريق الساحلي فسلموا من المسلمين وبلغ قريشاً هنا لكنهم أصروا على المضي والنزول في بدر حتى يسمع العرب بمخرجهم وحتى يكون لهم قبها في هذا المكان فلا قريش خرجت للقتال ولا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للكتال ولكن الله أراد القتال ولكن الله سبحانه أراد القتال لحكمة عظيمة فساق قريشاً إلى هذا المكان وساق المسلمين إلى هذا المكان من غير موعد إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى يعني من وادي بدر والركب أسفل منكم اللي هو العير راح مع الساحل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً فحصل القتال بين المسلمين والكفار وأنزل الله النصر على المسلمين وغنموا ما مع الكفار وقتلوا منهم سبعين وأسروا منهم سبعين وفي القتل رؤساؤهم وصناديدهم فعاد المسلمون من بدر بن نصر العظيم وهذه الوقعة وقعت بدر أرجفت الكفار في كل مكان وصار فيها نصر للإسلام والمسلمين في كل مكان ولذلك سماها الله يوم الكرقان يوم انفق الجمعان لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل فمن شهد هذه الوقعة من الصحابة وهم ثلاثمائة وبضعة عشر من شهدها منهم فهو أفضل ممن لم يشهدها فحضور بدر له مزية وكان البدريون لهم ميزة يسمون بالبدريين تمييزا لهم عن غيرهم هذه وقعة بدر وهذا فضلها وفضل من حضرها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وذلك سبب مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد أتح مكة السنة الثامنة من الهجرة وكان يتكتم الخبر عن كريش إلا أن صحابيا كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو حاطب ابن أبي بلكعة رضي الله تعالى عنه كتب إليهم بكتاب يخبره وهذا لا شك أنه خطأ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب ومن هو معه وأين المكان الذي فيه حامل هذا الكتاب جاءه الوحي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه عليا ورجلا آخر من الصحابة فأدركوا حاملة الكتاب ويمرأه في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه منها ورجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ الكتاب أحضر حاطبا وسأله عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله عنه والله ما فعلت هذا عن كفر بعد إيمان ولا شك ولكن كل أصحابك لهم في مكة كل أصحابك لهم في مكة من يحميهم من قبائلهم وذويهم إلا أنه ليس لي بمكة هحد فأردت أن اتخذ يدا عندهم لا تضرك ولا تنفعهم لأني أعلم أن الله سينصرك عليه ولكن أنا أردت فقط أن يكون لي عندهم يد لأن ما عندهم لي أحد يدافع عني هذا ما قصده رضي الله عنه وهو اجتهاد منه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكان حاطب رضي الله عنه ممن شهد بدرا فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفضيلة والمنقبة العظيمة وما حصل من حاطب رضي الله عنه سوء بعد ذلك بل هو صحابي جليل حسن الإسلام والسيرة ما حصل منه أي ريب أو أي شك وكان من القوات المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه ولكن على كل حال هذا خطأ حصل منه رضي الله عنه بناه على اجتهاد منه فالشاهد من قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ما معنى هذا هل معناه أن هذا سماح لهم بالذنوب والمعاصي لا ليس كذلك لا يسمح لأحد بالذنوب والمعاصي ولكن معناه أنه خبر من الله جل وعلا أن من أذنب من أهل بدر في المستقبل فإن الله يوفقه للتوبة ويوفقه للمغفرة بسبب هذه الفضيلة العظيمة أن الله يوفق من حصل منه ذنب فيما بعد أن الله يوفقه للتوبة والاستغفار فتحصل له المغفرة هذا هو أصح ما قيل في تفسير هذا الحديث أنه وعد من الله بتسديدهم وتوفيقهم للتوبة والإنابة بسبب أنهم من أهل بدر هذه وقعت بدر وهذا فضل من حضرها من المسلمين فمن حضر بدراً فهذه ميزة له وبيعة الرضوان وقد عرفناها أيضاً ميزة وقد قال الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فأخبر أنه رضي عنهم كلهم ألفاً وأربعمائة رضي عنهم كلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر إلا صاحب الجمل الأورق أو الأحمر فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه رجلاً أظل بعيره وذهب يطلبه قالوا له تعال بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيرت أعثر على بعيري أحسن من البيعة لا نعثر على بعيري أحب إلي من البيعة فهذا استثني من المغفرة والعياذ بالله ودخول الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر أو الأورق لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة فهذه فضيلتان لأهل بايع الرضوان أولاً أن الله رضي عنهم وهذا في القرآن صريح ثانياً النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل أحد منهم النار وهذه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة أيضاً المهاجرون أفضل من الأنصار المهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله سبحانه يذكرهم دائماً قبل الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله عن النبي والأنصار لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فضيلة أيضاً لبعض الصحابة دون بعض وهي الهجرة فهذه فضائل قد تجتمع لواحد منهم فيكون من الخلفاء الراشدين ومن من شهد بدراً ومن المهاجرين ومن من شهد بيعة الرضوان ومن من أسلم وقاتل من قبل الفتح من السابقين الأولين تجتمع هذه لبعض الصحابة كالخلفاء الراشدين اجتمعت فيهم هذه الأمور وقد يكون لبعضهم بعضها دون بعض وقد لا يكون لبعضهم شيء منها ولكن له الصحبة له فضل الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه مزايا وفضائل يتميز بها الصحابة بعضهم بعض الصحابة عن بعض قد تجتمع لبعضهم وقد يأكل بعضهم بعضها وقد لا يكون لبعضهم شيء منها ولكن له فضل الصحبة أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وكلاً وعد الله الحسنى ويقضلون المهاجرين على الأنصار هذه واحد الهجرة الهجرة هذه فضيلة ومزية نعم ويؤمنون بأن الله جل وعلا قال لأهجبه مكانه ثلاثمائة وبعضاء ترسل هذه المزاة الثانية البدرية من حضر بدراً من الصحابة فله فضيلة دون من لم يحضرها نعم هذه فضيلة ثالثة وهي حضور بيعة الرضوان سمى بيعة الرضوان لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة نعم فما أعبر به النبي صلى الله عليه وسلم لنقد رضي الله عنه ورضو عنه فكالوا أكثر من ألف وأربعنا مئة وأربعنا نعم ويشغل بالجنة لمن شهد لهم فذلك من فضائلهم من الفضائل التي تكون للصحابة أن فيهم العشرة المشهود لهم بالجنة العشرة المشهود لهم بالجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة وهم أكثر من عشرة لكن العشرة هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم والعشرة هم الخلفاء عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة عامر بن الجرح هؤلاء كم؟ هؤلاء العشرة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة وكلهم كلهم من المهاجرين كلهم من قريش رضي الله تعالى عنه نعم ويشهدون بجنة لمن شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل عشر وطابة بن قيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس من الأنصار ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ألا من الأنصار وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي يخطب هو ثابت بن قيس بن شماس وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أيضا له خطيب وله شاعر خطيبه ثابت بن قيس وشاعره حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما تشهد ثابت بن قيس رضي الله عنه في وقعة اليمامة بحروب الردة نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بن محصن من أهل الجنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين الألف الذين يركلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فسئل عنهم منهم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فقد استشهد عكاشة ابن محصن أيضا في حروب الردة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وعبد الله بن سلام كان من اليهود من أحبار اليهود ومن ذرية يوسف عليه السلام فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا جاء إليه وسمع كلامه فقال لما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب وسمعته يقول يا أيها الناس أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنهم يدخلوا الجنة فهو ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له ناس آخرين وهذه القضية قضية الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار هل تجوز أو لا تجوز هل يجوز أن يقال فلان في النار أو يقال فلان في الجنة نقول من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة فهو من أهل الجنة نؤمن بذلك ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فنؤمن أنه من أهل النار أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن لا نشهد له لكننا نرجو للمؤمن ونخاف على المسيء هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشهادة للجنة أو النار لأحد لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من علم الغير الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فنحن نتوقف في شأنه لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين هو من حيث الجملة والعموم نشهد أن الكفار في النار من حيث العموم قال لا لا وأن المؤمنين في الجنة هذا من حيث العموم فنشهد أن المؤمنين في الجنة عموما ونشهد أن الكفار في النار عموما أما الأعيان والأشخاص فلا ما نشهد لأحد إلا بدليل نعم أن يخذون بما ثلث رضي الله عنه الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعورهم من أن خير هذه الأمة بعد بميها أبو بكر رمو عمر ومثلثون بأثمان يمجرون بأثم رضي الله عنهم أجمعين كما ذلت أريه آثاء هذه قضية هذه قضية الخلفاء الراشدين أبو بكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما هو القول في خلافتهم وفضلهم رضي الله عنه أجمع المسلمون على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وهو أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق ولذلك سمي بالصديق صديق الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبة الصديقين بعد مرتبة النبيين قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونور وفي الآية الأخرى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء فذكر مراتب المؤمنين عند الله عز وجل أولهم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين هذه مراتب المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى فالصديق هو صديق الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك جزاء المحسنين نكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثبتت ثبتت بالنص وبإجماع المسلمين إجماع الصحابة النص حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بأيام لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخلت أبا بكر خليلا هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعد أيضا لما مرض صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي على المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر إلا خوقة أبي بكر عن الباب الذي يدخل منه فهذا إشارة على أنه سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما مرض صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب التي على المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر إلا خوخة أبي بكر عن الباب الذي يدخل منه فهذا إشارة على أنه سيقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فروجع في ذلك فغضب وقال مروا أبا بكر مروا أبا بكر فليصلي بالناس فهذا واضح بأنه هو الخليفة من بعد ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فثبتت خلافته رضي الله عنه بالنص الجلي عند بعض العلماء أو غير الجلي عند البعض الآخر المهم أنها ثبتت بالنص وبإجماع الصحابة رضي الله عنه وأما خلافة عمر فثبتت بالعهد فإن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر عهد بالخلافة إلى عمر وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى واحد فإنه يلزم المسلمين قبول ذلك والعمل به إذا للعهد ببكر إلى عمر ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة بل سلموا لهذا الأمر وأجمعوا عليه أيضا عمر هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه أما خلافة عثمان رضي الله عنه فثبتت بإجماع أهل الشورى لأن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بالأمر إلى ستة من السابقين الأولين من العشرة المبشرين بالجنة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص أوصى إلى هؤلاء لأن يختاروا خليفة للمسلمين فاختاروا عثمان رضي الله عنه فثبتت خلافته بإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنهم خلافة علي ثبتت أيضا بإجماع الصحابة حيث بايعه الحاضرون بالمدينة أهل الحل والعقد بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه بالخلافة فثبتت خلافة الأربعة رضي الله عنهم هؤلاء هم الخلافاء الراشدون فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فإنه أظل من حمار أهله كما يقول الشيخ أما الفضل انتهينا من قضية الخلافة قضية الفضل أيهم أفضل بإجماع المسلمين أن آبا بكر هو أفضل الصحابة ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه واختلفوا في عثمان وعلي أيهم أفضل فقال بعضهم عثمان أفضل بدليل أن الصحابة قدموه ولا يقدمون إلا من هو أفضل وقال بعضهم إن علي أفضل من عثمان لكثرة مناقبه وفضائله رضي الله عنه والراجح أن عثمان أفضل لاختيار الصحابة له في الخلافة ولا يختارون إلا من هو أفضل فمسألة التفضيل بين علي وعثمان هذه مسألة خلافية لا يضلل من خالب فيها من خالب فيها لا يضلل أما من فضل أحدا على أبي بكر أو على عمر فإنه ضال لأن المسلمين مجمعون على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم والحديث الصحيح الذي رواه علي بن أبي طالب على منبر الكوفة وأعلنه على الناس وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر قال هذا رضي الله عنه على المنبر على رؤوس الناس وأعلن ذلك صريحا فمن فضل علي على أبي بكر أو على عمر فهو ظال مظل ومن فضل علي على عثمان هذه مسألة خلافية لا يضلل لكن الراجح أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي فعندنا مسألتان الآن مسألة الخلافة ومسألة التفضيل مسألة الخلافة من طعن في خلافة واحد من الأربعة فإنه ظال مظل مخالف لإجماع المسلمين مسألة التفضيل من فضل على أبي بكر وعمر فهو ظال مظل ومن فضل علي على عثمان أو عثمان على علي فالمسألة خلافية من قال إن علي أولى بالخلافة من عثمان فهذا ظال مظل لأنه مخالف للإجماع أما من قال إن علي أفضل من عثمان نقول هذا قول مرجوح ولكن صاحبه لا يظلل لأن المسألة فيها خلاف هذه قضية الخلافة الراشدين رضي الله تعالى عنه نعم فقدم الأقوال ثلاثة في مشألة تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي الأقوال ثلاثة قوم فضلوا عثمان قوم فضلوا عليا قوم توقفوا نعم هذا الترجيح نعم هذا الترجيح فإن قلت وش الداعي البحث قضية الصحابة هل أحد يشك هل أحد يشك في مسألة الصحابة وفضلهم وخلافة الخلفاء الأربعة وش الداعي إن تبحث تجعل في العقائد نقول الداعي لهذا ما أظهره أهل البدع كالخوارج والرافضة في الكلام في الصحابة وتكفير بعضهم فإن الخوارج كفروا بعض الصحابة وكذلك الرافضة كفروا أكثر الصحابة إلا نفرا يسيرا فلذلك أهل السنة جعلوا هذه المسألة في كتب العقائد لأجل الرد على هؤلاء المضللين ولألا ينطى تنطوي شبهاتهم وتحريفاتهم وضلالاتهم على أحد من شباب المسلمين فرحم الله الجميع إن هذه المسألة ودراستها في العقائد هذا العمل مسدد والناس بحاجة إليه لأن افتراءات المفترين الآن كثيرة على الصحابة والكلام في الصحابة حتى ممن يدعون أنهم من أهل السنة تأثروا بأقوال الخوارج وأقوال الرافضة فصاروا يتكلمون في عثمان ويتكلمون في عمر بن العاص ويتكلمون في المغيرة من شعبة ويتكلمون في وهم من أهل السنة بزعمهم لأنهم تأثروا بهذه الأقوال وقرأوها وانقلت عليهم فلذلك تدرس في العقائد من أجل نفي هذه الفرية وهذا الباطل نعم في حالة الغربة وفي آخر الزمان وقلة الأنصار والأعوان فهو من هذا الوجه له هذه الفضيلة لكن هل هذه الفضيلة تعادل فضائل الصحابة في بيعة الرضوان في بدر في فتح مكة هل تعادلها هذه الفضيلة؟ لا الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة فالصحابة أفضل من حيث العموم أما هؤلاء فهم أفضل من هذه الخاصية فقط جزئية واحدة فقط نعم فغيرة الشيخ هناك شهر قد تحدثون أما بالبعاء أما بالبعاء عن مسألة رزوة بث وهي كي إذا يأخذ نبي صلى الله عليه وسلم تجارة أهل أهل قريش يتقضى بها أهل الإسلام كيف يأخذها ويأصل ممكن من قريش الله يعافيك أموال الكفار المحاربين حلال للمسلمين الله جل وعلا أحل أموال أهل الحرب ودماءهم للمسلمين هذولا أهل حرب أما لو كانوا أهل عهد وأهل ذمة نعم أموالهم حراب وإن كانوا كفارا لا تعصم أموالهم إلا بالعهد أما ما داموا كفارا محاربين فإن الله أحل لنا دماءهم وأموالهم هذا من ناحية الناحية الثانية ما ذكرته لكم أن الكفار هم المعتدون أخرجوا هؤلاء من بيوتهم ومن أموالهم ومن أولادهم فخرج هؤلاء ليس معهم شيء لأجل الإيمان والجهاد بسبيل الله فمن باب القصاص من باب القصاص والعدالة أن يأخذ المسلمون ما يعوضهم عما أخذه الكفار من أموالهم وبيوتهم والديارهم أليس هذا من العدل؟ هذا من العدل؟ نعم من أعتقد مع بعض الصحابة ومن أعتقد مع بعض الصحابة أن القرآن محرف ومبدل ومغير وأن هذا ليس هو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل كثير منه أخفي قضي عليه وأتلف أو اعتقد في أحد من الأئمة أو من العلماء اعتقد فيه النفع والضر من دون الله وصار يتبرك بقبره ويستغيث به من دون الله عز وجل ويزور الأضرحة ويتقرب إلى الأموات فهذا كافر لا شك في كفره لأنه جمع بين أشياء كثيرة بؤض الصحابة وسب الصحابة وتنقص القرآن الكريم والكفر بالسنة الصحيحة وعبادة الأموات والاستغاثة بهم واعتقد أن من الأئمة من يجوز له إنه شرع للناس وأن قوله يقبل أو أن أئمتهم أفضل من الملائكة والنبيين قالوا إن لأئمتنا من المنزلة ما لم يبلغها ملك مقرر ولا نبي مرسل هل يشك تحد في كفر هذا؟ هذه كفريات والعياذ بالله وظلمات بعضها فوق بعض لأنه لا آمن بالقرآن ولا آمن بالسنة ولا والى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبعد أصحاب الرسول إلا من هو يبعد للرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أحبهم فبحبه أحبهم فمن يحب الصحابة فهذا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان بهذه المثابة يقال إنه مسلم من اعتقد هذه الأمور يكفر بالوصف إذا اعتقدها كفر بزر نعم قبيلة الشيخ نكر قبيلتكم بأن المعتمد الصديقية بعد المدورة فكيف قرر الله جل وعلا على المدورة لإبراهيم لخوله تعالى ربك لكتابة إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نعم جمعه الله لشخص واحد صديق ونبي لكن من لم يكن نبيا وهو صديق من لم يكن نبيا وهو صديق يكون يلي مرتبة النبيين يوصف النبي بأنه صديق وبأنه نبي له وصفان لكن من غير النبي يوصف بأنه صديق وقط ولا يوصف بأنه نبي نعم فضيلة الشيخ المرأة من الغاببة من سبي الصحابة يتعب بالله أجبنا عن هذا نعم فضيلة الشيخ ما صحة قم من الله عليهم يتعب الله وجه كرم الله وجه لكن اتخاذه شعار اتخاذه شعار دون غيره من الصحابة هذا ابتدع قول كرم الله وجهه أو قول عليه السلام تخصيصه بهذا هذا ابتدع ابتدع ما أنزل الله به من سلطة يعني التخصيص تخصيص علي بهذا والأفضل والأحب إلى علي وإلى المؤمنين أن يقال رضي الله عنه بدل كرم الله أن يقال رضي الله عنه وأرضاه نعم لا لا أحد أفضل من الصحابة مهما بلان لا أحد أفضل من الصحابة مهما بلان لكن قد يكون هناك خاصية مثل ما جابي أول السؤال في آخر الزمان الذين يكون للواحد منهم عجل خمسين هذه خاصية خاصة من ناحية واحدة لا تكتري أن يكون غير الصحابي أفضل من الصحابي لأن عند الصحابي من الفضائل ما هو أكثر مما عند هذا الشخص الذي جاء بعدهم وصارت فيه خاصية واحدة نعم هذا منكر أولاً هذه القصة وإفراجها إن صحت فهذا يقصد به الإثارة والفتنة يقصد به الإثارة والفتنة وأما بغض عمر بن العاص رضي الله عنه فهذا نفاق من أبغض صاحباً من صحابة الرسول فهذا نفاق نعم رضي الله الشيخ هل يتنفر ذلك في المقاربة بين الصحابي سمعت سمعتم الفضائل التي ذكرها الشيخ والمراتب التي ذكرها الشيخ فمن اجتمعت فيه الفضائل فهو أفضل ممن فيه بعضها ومن فيه بعضها فهو أفضل ممن ليس فيه شيء منها وإنما معه مجرد الصحبة فقط نعم رضي الله الشيخ لماذا سمعت صلح الحديبية بالفتح قلنا لأن الله فتح به المغلق بين المسلمين والكفار فلما حصل الصلح تنفس المسلمون وصاروا لا يعارضون عند إسلامهم وعند هجرتهم وعند تقلباتهم في الأسفار بدل أن كانوا محاصرين ومضايقين ففرج الله فيها للمسلمين فلذلك صارت فتحاً وجاء بعدها فتح مكة فهي تمهيد لفتح مكة نعم صلى الله عليه وسلم شكراً للمسلمين شكراً للمسلمين